استشهد الشاب الطبيب محمد لعصيبي متأثراً بجراحه برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب باب السلسلة في المسجد الأقصى الليلة الماضية وفند شهود عين مزاعمة لاحتلال بأن الشاب القادم من بلدة حوارة في النقب حاول خطف سلاح أحد جنوده وأكدوا أن الشرطة الاحتلال أطلقت الرصاص عليه بدم بارد عقب محاولته الدفاع عن فتاة فلسطينية اعتدوا عليها بالضرب أثناء محاولة اعتقالها وإخراجها من باحات المسجد وفي أعقاب الحادثة أغلقت قوات الاحتلال جميع أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس المحتلة واعتدت بها مجية على المواطنين والمحلات والبسطات التجارية ورغم إجراءات وحواجز الاحتلال المشددة فقد أدى أكثر من ربع مليون مصل صلاة الجمعة الثانية من رمضان في الأقصى